اشتركوا في القناة تبعوني اخواتي مع المكونات وطريقة الاستعمال اهم عنصر في هذا الروتين هي زهرة اليانسون هي عبارة عن زهرة لها رائحة زكية جدا عطرة وله فوائد عظيمة للجسم والبشرة خصوصا لازالة التجاعد والشد الوجه ويعطيه بريق طبيعي لامع زهرة اليانسون غنية بالفيتامين سي وبي وآ والكالسيوم والحديد يحتوي على عدة عناصر غذائية كالبروتينات والالياف له ميزة جمالية له قدرة عالية على معالجة شوائب البشرة والمساعدة على الترطيبها وكذلك ازالة اسفرار الوجه يعطي صفاء للبشرة وتوريد طبيعي ونظارة ونعومة ولمعان نعمل به عبارة عن ماسك وطونر اولا نبدأ بالماسك نأخذ قليلا من ظهور اليانسون نطحنها في الهون في المهرس يعني بعد طحنه نتحصل على مسحوق ننقعه في الماء الدافئ نحتاج الى منقوع ظهرة اليانسون نقوم بتصفيته نضيف له الطين الابيض السلسال لا ادري في البلدان العربية ماذا يسمونه هو عبارة عن صخر الابيض هكذا ولما تطحنه يصبح باودر العطار يبيعه هو يعرفه جيدا له خصائص في تفتيح اللون وصالح لجميع انواع البشارات ويعمل على شد البشرة ومكافحة التجاعيد خصوصا لما نقوم بمسجه مع منقوع ظهرة اليانسون اتركيه لمدة نصف ساعة واغسلي بماء دافئ وكرري العملية بماء بارد ورشي التونر التونر مغلى زهرة اليانسون نعمله الان مع بعض نضيف لها كوبين من الماء ونضعها تغلي على نار قليلة نتحصل بعدها على مغلى زهرة اليانسون هذك المغلى بعد ان يبرد طبعا نضعه في بخاخ خبيه في باب الثلاجة صالح للاستعمال عشر ايام رشي به البشرة مرتين في اليوم سواء بعد الماسك اللي عملناه قبل قليلة او بدون ماسك مرتين في اليوم اعملي له بخاخ للوجه تعطي له انتعاشة للبشرة تعطي شد نظارة توريد للوجه للخدود الشحوب يزول حتى الاسفرار طريقة هذه الاولى او استعملي التونر الموالي تخليطي مغلى زهرة اليانسون مع الارز طبعا مغلى زهرة اليانسون يكون ساخن جدا اخليطيه مع الارز الابيض العادي قومي بتغطية الإناء تركيه لمدة 6 ساعات حتى 7 ساعات وبعدها قومي بتصفيته وضعيه في بخاخ يصبح مزيج من مغلى زهرة اليانسون مع عصارة وفوائد الارز يعطيك نتائج ممتازة للبشرة هذا البخاخ يستعمل مرتين في اليوم كذلك هو يعالج التجاعد يشد البشرة يزيل تصبغات البقع الدكنع الاسميرار مشاكل البشرة ناتجة عن الاهمال حتى حفر حب الشباب الندوب يعني جميع مشاكل البشرة يعالجها لانه غني بالفيتامينات مغلى زهرة اليانسون له فوائد رهيبة وكذلك منقوع يعني عصارة الارز له فوائد رهيبة ايضا يعني لما تجمعوهم مع بعض وتتصنعوهم كطونر شوفوا النتائج اللي يعطيها لكم والفوائد المبهرة باذن الله هذه هي وصفة اليوم مع نوعين من التونر تابعوا هذا الروتين طبعا هي موسوعة من الخلطات في قناتي ولكن الاختيار كل واحدة حسب امكانيتها وميزانيتها ووقت الاستعمال وطبعا النصائح اللي نحكيها في كل فيديو في كل مرة ضروري من شرب لترين من الماء يوميا اتبعوا نظام الغذائي الصحي ابتعدوا عن الدهنيات عن الشوكولات المقليات الحلويات السقريات الأكل الجاهز وطبعا الوقاية خير من العلاج لمكافحة الشيخوخة للعناية بالبشرة واعادتها سنوات الى الوراء هذا هو العلاج السري لإزالة التجاعد والخطوط الرقيقة هي أفضل من الكريمات والمنتجات التجميلية الغالية الثمن هي وصفات طبيعية تجعل شباب البشرة يتألق حتى لو كان عمرك بعد الخمسين سنة هي اثنين من الوصفات واحدة للبشرة الدهنية والثانية للبشرة الجافة تابعوني أخواتي مع طريقة صنع هاتين الوصفتين وكل وحدة تختار حسب المناسب البشرتها أولا نحتاج إلى الأرز الرز الرز الأبيض العادي جدا البسيط جدا طبعا نحتاج إلى مغلى الأرز نضع مقدار كوب من الماء في كوب من الأرز نتركه يغلي على نار ضعيفة حتى نتحصل على مغلى الأرز المركز نقوم بتصفيته نريد محلول مغلى الأرز هذا هو مغلى الأرز هو غني بمعادن الجمال والفيتامينات التي تجعل الوجه رائع مشدود فيه شباب متألق ورائع وحيوي هو أساسيات العناية بالبشرة والجلد والشعر عند الأسيويات منذ عدة قرون سواء كان تناوله كأكل أو أو عناية يومية بالبشرة والجمال هذا المغلى غني بالفيتامين بي الذي يحفز إصلاح تلف الخلايا ومفيد جدا للتجاعد تجاعد الشفاء العينين تراه للوجه وحتى للشعر هي وصفتين الوصفة الأولى هذه وبعدها نقدم لكم وصفة لصاحبة البشرة الجافة أربع ملاعق من مغلل أرز ملعقة من عصير ليمون الحامل مفتح مذهل للبشرة يقلل بكتيريا والبثور والحبوب والذهون الوجه يخلصك منها مفيد جدا لتفتيح البشرة ويعد إشراقة للوجه فيه خصائص تبييض يكافح الشيخوخة نضيف له ملعقة من العسل هو مكافح للشيخوخة وغني بمضادات الأكسادة والبيكتيريا طبعا الوصفة هذه لصاحبة البشرة الدهنية فقط أما صاحبة البشرة الجافة والحساسة تستعمل وصفة الموالية طبق الخليط على بشرة نظيفة أتركه حتى يجف عشر دقائق ربع ساعة وأغسله بماء بارد جدا ورطبيه بكريمك المرتب العادي اليومي يكرر هذا الماسك يوميا سوف تصبح بشرتك ناعمة رطبا تشيع بريقا مخمليا لأن هذا الماسك يكافح الشيخوخة يشد البشرة المترهلة يصلح الأنسج التالفة ويجدد شباب الجلد فهو يقلل من الخطوط الدقيقة والتجاعيد ننتقل الآن إلى وصفة مغلل أرز الخاصة بالبشرة الجافة والحساسة وحتى العادية نأخذ ملعقة من الأرز ملعقة من الحليل نضيف لئمة ملعقة من زيت اللوز الحلو أو ملعقة من زيت الزيتون المناسب لبشرتك خصوصا زيت اللوز الحلو يعطيك التفتيح واختياري ملعقة من العسل اختياري إذا عندك ضيفيه وإذا لم يتواجد عندك استغني عنه قبقيه على بشرة نظيفة على كل الوجهة حتى على دائرة العينين الراقبة التركيح حتى ينشف تماما ربع الساعة وأغسله بماء بارد جدا وقوم بترطيب البشرة بكريمك اليوم المرطب أو أحد أنواع الزيوت المرطبة لعملها في القناة تقرر هذه الوصفة يوميا تعطيك تبيض وتوهج وشباب للبشرة تزيل جلد الشيخوخة عنها تجعل الوجه ناصع البياض مشرق هذه هي الوصفات لنهار اليوم واحدة للبشرة الدهنية والثانية للبشرة الجفة والحساسة والعادية نشكركم أخواتي على الدعم نشكركم على الثقة نشكركم على التواجد الجميل في قنواتي الثنين وأهلا وسهلا بكل من أنضم إلى قنواتي من كل أنحاء العالم أهلا وسهلا شكرا بزاف بزاف وإلى اللقاء سلام